السلام عليكم أعزائي التلاميذ الصف الثاني الابتدائي نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع شرح وحل كتاب لغتي الفصل الثالث للعام الدراسي 1444 هجرية واليوم يا أبنائي نلتقي مع التقويم أو حل التقويم التشخيصي واحد أصنف الكلمات الآتية بوضعها في مكانها المناسب ولدينا كلمة الأصحاب الطريق أخوه فكرة عادت مرضه البقاء قصة الناس قالت نريد تصنيف هذه الكلمات لدينا أل القمرية والشمسية والتاء المربوضة والتاء المفتوحة وها آخر الكلمة أولا نبدأ بأل القمرية ما الكلمات التي تحتوي على أل القمرية أجد كلمة الأصحاب الأصحاب تحتوي على أل القمرية كيف ذلك؟ لأن أل القمرية تكتب وتنطق وتكون ساكنة كما نرى أيضا هل لدينا كلمات أخرى تحتوي على أل القمرية؟ ليس لدينا إلا كلمة البقاء كلمة البقاء أيضا تحتوي على اللام القمرية القمرية لأنها ظهرت معي في النطق ننتقل إلى أل الشمسية أين الكلمات التي تحتوي على أل الشمسية؟ لدي كلمة الطريق كلمة الطريق كيف يا أبناء أعرف اللام الشمسية؟ اللام الشمسية تكتب ولا تنطق فعند قراءة كلمة الطريق الطريق لم أنطق اللام كذلك الحرف الذي بعد اللام الشمسية يكون حرف مشدد عليه شد أي حرف مضاعف أيضا لدينا كلمة الناس كلمة الناس أيضا تحتوي على اللام الشمسية كما نلاحظ أن الحرف الذي بعد اللام الشمسية مشدد وأنها لم تظهر معي في النطق فعند النطق قلت الناس نطقت ألف نون الناس ولم أنطق اللام فهي تسمى لام شمسية لذلك كلمة تنتهي بالتاء المربوطة ولدي كلمة فكرة تنتهي بالتاء المربوطة كلمة فكرة تنتهي بالتاء المربوطة وأيضا كلمة قصة تنتهي بالتاء المربوطة بعد ذلك الكلمة التي تنتهي بالتاء المفتوحة لدي كلمة عادة تنتهي بالتاء المفتوحة ولدي كلمة قالت أيضا تنتهي بالت المفتوحة بعد ذلك الكلمات التي تنتهي بها آخر الكلمة فلدي كلمة أخوه تنتهي بالها آخر الكلمة أخوه ولدي أيضا هل هناك كلمة مرضه تنتهي أيضا بالها كلمة مرضه تنتهي بها في آخرها السؤال الثاني أحل الكلمات الآتية إلى مقاطع صوتية تعالوا نحلل معا عند تحليل هذه الكلمة فأقول أو راقي هذه الكلمة مكونة من ثلاثة مقاطع صوتية كل حرفين مقطع على حسب النطق فأو هكذا هذا مقطع لأنه ساكن وما قبله متحرك أو را المد والممدود مقطع صوتي واحد قي القاف والياء أيضا مد ممدود مقطع واحد فهذه الكلمة مكونة من ستة حروف ولكنها مكونة من ثلاثة مقاطع صوتية فقط أو راقي هكذا ننتقل إلى كلمة الحقول تعالوا نقطعها يا أبناء إلى مقاطع صوتية أولا ال هذا مقطع صوتي واحد لأنه كما قلنا ال القمرية مقطع صوتي بعد ذلك الحو إذن الحا مقطع لوحدها الحا مقطع مضمو الحو بعد ذلك قو قو هذا مد وممدود قاف حرف ممدود والواو حرف مد فهذا مقطع واحد كما قلنا أن المد والممدود يكونان مقطع واحد مقطع صوتي واحد الحو قو لو بعد ذلك اللام وحدها صوت واحد فهي مقطع صوتي واحد بعد ذلك كلمة وديع فلدينا و إذن الواو مقطع نطقتها لوحدها بعد ذلك و دي دي إذن هنا مد وممدود إذن الدال والياء مقطع صوتي واحد الدال والياء مقطع صوتي واحد لأنها الياء حرف مد وما قبله ممدود فصوتهما واحد بعد ذلك و دي ع أو و دي عن فالعين وحدها مقطع صوتي هكذا نكون قد قطعنا هذه الكلمات أو حللناها إلى مقاطع صوتية السؤال الثالث أكمل كلمات الآتية بحرف المد المناسب هنا لدينا كلمة علوم إذا أردت أن أضح حرف المد المناسب يا أبناء في أي كلمة أنظر إلى الحرف الذي قبل حرف المد إذا كان مضموم فإذن حركة الضم يناسبها الواو إذا كان مكسور فحركة الكسرة تناسبها اليا وإذا كان مفتوح فحركة الفتحة يناسبها الألف فلدينا كلمة علو اللام مضمومة فماذا يناسبها يناسبها الواو إذن نقول علوم هكذا نقول علوم هنا كلمة سعيد نراحظ العين مكسورة إذن الحرف المناسب الذي يناسب الكسرة هو الياء هو حرف الياء فنقول سعيد هكذا هنا الدال مضمومة قبل حرف المد إذن ماذا يناسب الضم الواو فنقول هدوء هنا الحرف مفتوح ما يناسب الفتحة الألف حرف المد الذي يناسب الفتحة هو الألف فأقول غابت هكذا غابت هنا حرف الف مفتوح وهو قبل حرف المد فكما قلنا ما الحرف الذي يناسب الفتحة هو حرف الألف فهذه كلمة رفاقه رفاقه الحرف المناسب هو الآلف حرف المد المناسب يؤذي حرف الذال كما نلاحظ يا أبنائي مكسور فما الحرف الذي حرف المد الذي يناسب الكسرة هو حرف الياء إذن إذا أردت أن أكمل الحرف المد الناقص في أي كلمة أنظر إلى الحرف الممدود الذي قبل حرف المد إذا كان مضموم فالضم تناسبها الواو إذا كان مفتوح فالفتحة تناسبها الألف أما إذا كان مكسور مثل سعيد ويؤذي فالذي يناسب الكسرة هو حرف المد الياء السؤال الرابع أكتب الجملة بطريقة صحيحة باستخدام الواو وهو حرف العطف فأقول تتكون النخلة من الجذع والسعف والثمار هكذا السؤال الخامس أختار الإجابة أو أختار المناسب مما بين القوسين مرادف كلمة رقيق معنى كلمة رقيق هل سميك أم غليظ أم ناعم معنى كلمة رقيق ناعم كلمة رقيق أي ناعم ضد كلمة الخلان الخلان يا أبنائي معنى الأصحاب فضد الأصحاب أو عكس الأصحاب هم الأعداء جمع كلمة عالم جمع كلمة عالم عالم فجمعها أعلام ليس علماء ولا علوم جمع كلمة عالم أعلام كلمة جذع مفرد أم مثنى أم جمع كلمة جذع مفرد والجمع والجمع منها جذوع أنون الكلمات الآتية حسب المطلوب في الجدول كلمة قارية قارية نريد تنوينها بالضم والفتح والكسر أجزاء كذلك نريد أن ننونها بالضم والفتح والكسر وكلمة زهر نريد أيضا تنوينها بالضم والفتح والكسر وهذا أمر بسيط فكلمة قارية نكتبها هكذا تنوين بالضم قارية تن هكذا تنوين بالضم تنوين بالفتح فنكتب قارية تن تنوين بالفتح تنوين بالكسر فتصبح قارية قارية هكذا كلمة أجزاء ننونها بالفتح أو بالضم أولا فنقول أجزاء أن ننونها بالفتح فنقول أجزاء أن هكذا أجزاء وليس أحزاء ننونها بالكسر فنقول أجزاء إن أجزاء إن هكذا كلمة زهر ننونها بالفتح فنقول زه ننونها بالضم أولا فنقول زهر ثم ننونها بالفتح فنقول زهرا هكذا عفوا نقول زهرا هكذا وننونها بالكسر فنقول زهر هكذا السؤال السابع أقرأ الكلمات الآتية ثم أرسم دائرة حول الحرف المشدد تعالوا نقرأ أول كلمة كلمة تبسما أين الحرف المشدد يا أبنائي هو حرف السين فنرسم دائرة حول حرف السين كلمة قمح ليس فيها حرف مشدد الفلاح أين الحرف المشدد هل هو الألف كلا أنه اللام الحرف المشدد هو حرف اللام الفلاح كلمة يتأمل أين الحرف المشدد هو حرف الميم يتأمل كلمة كسر هل فيها حرف مشدد كلا لا يوجد فيها حرف مشدد أرتب الكلمات الآتية لأكوم منها جملة مفيدة ثم أكتبها المنورة إلى الرسول المدينة هاجرة صلى الله عليه وسلم فعند ترتيبها فنقول هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة إلى المدينة المنورة إلى المدينة المنورة السؤال التاسع أحول المفرد إلى مثنة ثم إلى جمع في الجملة الآتية وأغير ما يلزم يصلي المسلم في ساحة الحرم يصلي المسلم في ساحة الحرم تعالوا يا أبناء نحولها إلى المثنى فماذا سنقول فنقول يصلي يصلي المسلمان في قاعة الحرم يصلي المسلمان في قاعة الحرم أما في الجمع فنقول يصلي المسلمون في قاعة الحرم هكذا يا أبنائي بعد ذلك السؤال العاشر أرسم خطا تحت أدوات الاستفهام تعالوا معا نرسم خطا تحت أدوات الاستفهام الجملة الأولى ماذا يجب علينا عندما نرى أذن في الطريق هذا أسلوب استفهام فأين أدات الاستفهام؟ ماذا؟ أضع خط تحت ماذا؟ هكذا ما أداب زيارة المريض؟ أين أدات الاستفهام؟ ما؟ أضع تحتها خط متى تحتفل المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس السعودي؟ أين أدات الاستفهام؟ هنا متى؟ فأضع خط تحت متى أسأل الحدي عشر الإملاء أكتب الجمل الآتية مضبوطة بالشكل هذا إملاء منسوخ ثم بعد ذلك أكتب ما يملي علي معلمي وهذا إملاء اختباري من اختيار المعلم وأخيرا الخط أتعلم فن الخط هكذا أعزائي لأنكم قد أنهينا هذا الاختبار ألقاكم على خير مع بداية الوحدة السادسة أداب التعامل لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبركاته